موسيقى التصعيد يولد التصعيد الحرب بين الشرعية ومشروعية خوضها هل القضية الفلسطينية إيرانية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طبعا القضية الفلسطينية تفرض نفسها على وسائل الإعلام كما تفرض نفسها على الحياة اليومية لكل من يهتم بأمور المسلمين ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم وأيضا هي حاضرة في وجدان الأمة العربية والأمة يفترض هكذا أيضا الإسلامية وحاضرة لدى القوى المعنية الدول المعنية والمافيات مافي السلاح مافي المال التي تستثمر في هذه القضية وتريد بأي شكل من الأشكال أن يبقى هذا الكيان الصهيوني الغاصل قاعدة عسكرية لتحقيق بصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لاحظتم في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بعد طوفان الأقصى لاحظتم هذا الاصطفاف الغربي الواضح والصلف جدا مع الكيان الصهيوني اللقيط ولاحظتم كيف أنهم يبررون محاولة أن لا تتدخل إيران أو لا يتدخل حزب الله أو لا تفتح جبهات أخرى لدعم الفلسطينيين الذين يقتلون صبرا في غزة بذرائع مختلفة ويحاولون يثبتون العزيمة ويقولونهم ويبعثون خب شفتوا الولايات المتحدة الأمريكية ترسل حاملات طائرات وقوات عسكرية مباشرة وهناك أيضا طبعا قوات وحاملات طائرات من بريطانيا وقوات من دول غربية أخرى الأمر وصل إلى أن يعني الصهاينة أنفسهم هؤلاء الصهاينة أنفسهم بدأوا يعني يسخرون من الدول العربية ومن العربي وأيضا من المسلمين عندما يقولون يعني الغرب يقف معنا بشكل واضح ويدعمنا بالسلاح والمال والرجال بينما العرب يكتفون بالدعاء أسهل مرة دعاء قبل ما كانوا يدعون في حرب 2006 يدعون على المقاومة يكتفون بالدعاء وبالتغريدات في موقع اكس أو تويتر وسائل التواصل الاجتماعي اللي هذه أيضا تم فرض حضر عليها والكيان الصهيوني أصبح مسيطر عليها وهي ميتة وغير ميتة يحشون علانية بشكل واضح ويقولون بأنه هناك خطوات فرضت على كل من يدعم المقاومة الفلسطينية بالتغريدات أو بالبنشور أو عبر الانستغرام فيتخذ هذا الميتة هذه الشركة العملاقة المشهورة خطوات لفرض رقابة على دعم المقاومة الفلسطينية بينما تقود المفوضية الأوروبية يشوف الصلاة عينك عينك ويقول لك لا تصعدون أنتو إحنا هاي القوات نرسلها لمنع التصعيد تقود الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية تقود حملة إسكات الأصوات التي تدعم الفلسطينيين عبر الإنترنت تماما كما تحضر حكومات الاتحاد الأوروبي المسيرات المؤيدة للفلسطينيين خاف شفتوا مظاهرات طلعت هذه المظاهرات طلعت غصبا عليهم تحدي للسلطات في هذه الدول وهناك شروط قاسية فرضت على منظمي هذه المظاهرات واحدة منها لا في بريطانيا ألا يرفع العالم الفلسطيني لكنهم رفعوا العالم الفلسطيني وهددوا بعقوبات كل من يرفع العالم الفلسطيني زيان هذا هذا تصعيد له ليس تصعيد انتوا شوفوا بالنسبة للاتحاد الأوروبي يهدد هاي شركة تويتر اللي يسموها اكس يهددها أول مرة سووا لجنة التحقيق بعثوها للتحقيق فيما إذا كانت هذه اكس على هذه المنصة منسجمة أو ممتثلة لما يريده الاتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية طلبت طلبت هذه يعني طلب الاتحاد الأوروبي من اكس أن يوقف أي منشور أو أي تغريدة تدعم القضية الفلسطينية وهددوها أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي خطابا إلى مالك اكس يحذرون فيه من أنه إذا وجده أرسلوا تحقيق تحقيق إذا وجدت تحقيق أن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية صارت قانونية فيما يتعلق بالمحتوى المتعلق بالحرب فقد تواجه عقوبات شديدة بما في ذلك غرامات بالمليارات وهذا الأمر تجي تنقل CNN عينك عينك علنا ولا واحد يقول يا بزين أنتو هذا الشعب الفلسطيني المظلوم وين يضطي وجهه زين إذا كنتم أنتم جاي تصعدون ألا تتوقعون في نفس الوقت أيضا أن هذا التصعيد يولد التصعيد أن هناك تطرفا من باب تفسير يقولون تطرف زين وهو نفس الكيان الصهيون أنتم جاي تشوفون هذه المتلازمة لماذا يركز دائما هذه الأيام على وصف المقاومة الفلسطينية في داخل فلسطين التي قامت بهذه العملية البطولية بأنها هذا التنظيم الإرهابي ليش لماذا هذا الاستحضار باستمرار وليش وسائل الإعلام الغربية تركز دائما على نقل هذه الرواية بين قوسين الإسرائيلية حتى في موضوع يعني قتل الأربعين طفلا في داخل هذا الكيان الصهيوني يعني في الجغرافيا الفلسطينية مو نفس الرئيس الأمريكي شوفوا الفضيحة الرئيس الأمريكي بنفسه يأتي وبعظمة لسانه يكذب رئيس أكبر دولة على أساس أو أعظم دولة في العالم يريدون هذه الدولة وهذا الحزب الديمقراطي هذا الذي يبشر بالديمقراطية في بلداننا العربية وفي فلسطين يريدون أو في الأراضي المحتلة وكما هو الكيان الصهيوني من تجي تشوف الآن شي يقولون احنا بلد ديمقراطي وعندنا كانت تظاهرات ونحن بلد ديمقراطي وسنحاسب النتنياهو بعد هذه المجزرة التي تواصل يجي يكذب عينك عينك يقول لما كنت أتصور في يوم من الأيام أنني أرى مثل هذه الصور أرى يقول لقد تأكدت أن هذه الصور حول هذه كذا المجزرة التي ارتكبت بعدين يجي البيت الأبيض الله يريد يفضح يطل ريحتهم النتنة يجي البيت الأبيض ويقول إنما قاله الرئيس الرئيس لم يرى الصور البيت الأبيض في بيان رسمي الرئيس لم يرى الصور لكنه استند إلى مزاعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية وإلى تقارير الصحف الإسرائيلية يجون يكذبون عينك عينك بعدين يتحدثون عن أنه لا نريد التصعيد نريد يذبح الفلسطينيين الفلسطيني يكون يذبح لكن إذا دافع عن نفسه وإذا تضامن معه أحد فإن ذلك يعني التصعيد يجي معهد واشنطن بخبث شديد وكما تعرفون معهد واشنطن تديره وأسسته الآيباك الآيباك لجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية يعني هذا اللوبي الإسرائيلي المعروف يجي يقول لغة الميليشيات بين قوسين الميليشيات يعني يقصد فصائل المقاومة في العراق المشفرة تغدف إلى الإشارة إلى التصعيد السنوب هذا يعتبر تصعيد يا بليش لأن المقاومة العراقية تستخدم لغة كانت تنذر في السابق بشني هجمات على أهداف أمريكية سواء كانت صادقة أو كخدعة داعمة وسط الأزمة الأخيرة بين قوسين حماس وإسرائيل ويجوون ينزلون شوف يعني متابعتهم الدقيقة ينزلون تغريدات وينزلون بعض المنشورات لبعض الأفراد اللي ربما محسوبين على جهات تابعة لبعض فصائل المقاومة مثلا من يستخدمون آيات قرآنية أو مثلا يجي واحد يقول مثلا على سبيل المرأيتم معلمي يحمل كتاب الله ويقرأ آياته فيقول لا لهذه شفرة شوف الخوف قذف الله في قلوبهم الرعب أو مثلا يجي إلى بيان سماحة السيدة آية الله العظمى الإمام السيستاني وهو أكوف بعض المغردين يجي يعني يتحدث عن هذا البيان وتقوم بعض المواقع التي يعني تؤيد فصائل المقاومة وتتعاطف مع فصائل المقاومة تقوم بإعادة نشر بيان آية الله علي السيستاني في 11 تشرين الأول أكتوبر الذي يطلب فيه من العالم الوقوف في وجه الفضائع الرهيبة التي ترتكبها طبعا السيد السيستاني ما قال إسرائيل قال يرتكبها الاحتلال الاحتلال ويقول قد تكون هذه محاولة من جانب بين قوسي الميليشيات للإدعاء بأن السيستاني منحهم الإذن الديني بتنفيذ أي أعلام أعمال يخططون لها ومن غير هذه الأمور يعني آيات مثلا نحن شيعة علي بن أبي طالب لن نترك فلسطين ولا شعب فلسطين كلها يعتبروها شفرات وكلها يعتبروها التصعيد بينما ما يعتبرون إرسال قوات مباشرة على الأرض في غزة تصعيد قوات أجنبية ما يعتبرون هذه القيود المفروضة في الدول الأوروبية على كل من يتعاطف يتعاطف تصعيد مع ملاحظة أن معظم المظاهرات وتحديدا هنا في بريطانيا وأختم هذا المحور معظم المظاهرات التي جرت هنا دعا لها وقادها يهود غير صهاينة يطالبون بتحرير فلسطين فلسطين ابقوا معنا موسيقى اشتركت بعمل اشتركت بعمل الحرب على حماس بين شرعية الحرب ومشروعية كيفية خوضها هذا جزء من عنوان فرعي لعنوان عريض هو إسرائيل تواجه حماس انتبهوا في وسائل الإعلام الغربية هنا في بريطانيا تحديدا أنقل لكم هذه التجارب هناك تركيز على أنه دائما كل المقالات والتقارير التي تكتب عن الذي يجري في فلسطين المحتلة وفي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا وفي الجغرافية الفلسطينية كلها كل ما يجري هو في داخل جغرافية فلسطين وهذا هو سر ومقتل هذا الكيان اللقيط هذا الكيان اللقيط عقيدته القتالية بناها على الحرب في الخارج خارج أطراف فلسطين المحتلة وانتصار حقق انتصارات كبيرة وكما تعلمون بأن هذا أيضا حديث للإمام علي عليه السلام ما هزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا وهي استراتيجية عسكرية صحيحة فالآن المقاومة الفلسطينية نجحت طوال الفترة الماضية وأخيرا في هذه القضية بشكل خاص قضية الطوفان طوفان الأقصى نجحوا في أن يجعلوا كل المعركة تجري في داخل الجغرافية السياسية الفلسطينية ولعل هذا يبرر لك عدم التدخل المباشر لباقي أطراف محور المقاومة مع أن أصابعهم كلها كما قال السيد عبداللهيان وزير خارجية الجمهورة الإسلامية على الزناد الله يعلم في كل لحظة ممكن كما قال عبداللهيان ممكن بعد خمس دقائق يصير الوقت متأخر إذا لم يرعوا فيركزون على الهجوم الهجوم على إسرائيل الهجوم على إسرائيل حتى يعطون المشروعية ضمن لهذا الكيان في أنه والله هو يمارس حقه الطبيعي في الدفاع على نفسه الهجوم عليه فأقول هذا جزء من عنوان إسرائيل تواجه حماس الهجوم على إسرائيل يعني بالنسبة للمخططين العسكريين غزة ليست عادية الآن يحذرون من أن غزة غير ليست عادية وقد تقعون في مأزق هذا تقرير مفصل ومهم جدا أعده المعهد الملكي للخدمات المتحدة R.U.S.I بس اللي لفت انتباهي ولفت انتباهي في باقي الصحف الغربية ولفت انتباهي في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والغربيين عموما اللي صفوا برة واحدة إلى جانب هذا الكيان ولفت انتباهي حتى في تصريحات مع كل الأسف بعض زعماء العرب اللي على أساس يتعاطفون مع ما يجري في غزة يقولون لقد تجاوزت إسرائيل حق الدفاع الشرعي يعني حق دفاع شرعي عدها حق الدفاع الشرعي والكارثة هذه الدول مطالبة حاليا بأن تستمر في عمليات التطبيع التي بدأتها سابقا مع الكيان الصهيوني وإخراج هذا الجيش المصري العظيم من المعادلة فهذا التقرير أقول يقول لقد أعلنت إسرائيل الحرب على حماس نعم أعلنت بس شنو يقول بعدين يقول لكن من الناحية القانونية هناك سؤالان شرعية الحرب ومشروعية كيفية خوضها وفيما يتعلق بالأولى يعني شرعية الحرب فإن توغل حماس انتبه في الأراضي الإسرائيلية هي مو أراضي إسرائيلية هي أراضي فلسطينية ومع الأسف مع الأسف لاحظت حتى في وسائل الإعلام العربية وهي الكارثة الحمة تيجيك منك وبيك وسائل الإعلام العربية من يقولون الشعب الإسرائيلي شلو شعب إسرائيلي انتو شفتوا المستوطنين من يريدون يجربون من فلسطين المحتلة وين يروحون المستوطنين يروحون إلى بلدانهم الأصلي يروح لبولندا تروح لأمريكا تروح لألمانيا تروح الروسيا تروح لأوكرانيا حيث كهرباء ماء تبريد حياة مرفقة وهذا اللي يقولون عليه هو الذي قام بالاعتداء وشن الحرب يطالبون هذا الغزاوي بأن يغرب يقولون له أطلع وين يطلع وين يروح هو أنت اختصبت أرضه في البداية في العام 48 وبعدين حتى هذه البقعة من الأرض هم تريد ما يعيش فيها بسلام فيبررون يقول فيما يتعلق بالأولى فإن توغل حماس في الأراضي الإسرائيلية والمذبح المتعمدة شوف هذا الترويج اللي دائما يسوقوا له في وسائل الإعلام الغربية بشكل أساسي ومع الأسف أكو ضعف في وسائل الإعلام حتى البديلة في الرد على هذه المزاعم كما قلت لكم في المحور الأول فيما يتعلق باستحضار التنظيم الإرهابي داعش بينما هم الذين دعموا داعش وهذا هو نتنياهو تذكرون الصور اللي كان يقوم بنفسه بزيارة جرحى هؤلاء الدواعش الذين يلجأون إلى فلسطين المحتلة إلى الكيان اللقيط في ما يسمى بالثورة السورية نفسهم لهم ونفسهم والمذبح المتعمدة لأكثر من 1300 شخص واختطاف المئات من المدنيين بين قوسين الإسرائيليين يعدوا بلا شك هجوما مسلحا يحقوا لإسرائيل الدفاع عن النفس ردا عليه وبالنظر إلى أن حماس لديها هدف معلن يتمثل في تدمير دولة إسرائيل بينما قلت لكم في اللقاء السابق حماس غيرت نحن نحكي الواقع لا أكثر ولا أكثر وصف حالا غيرت ميثاقها الميثاق السياسي وذكرت أنها مستعدة لقبول دولة فلسطينية في حدود حزيران 1967 167. وهذا يعني اعتقدت الدولة العنصرية اللقيطة بأنه هذا. هم بيقولون يعني هو هذا سلفسهم ويناقضون أنفسهم. نتنياه يقول هذا اعتراف بالكيان الصهيوني. ويقول هذا أوقعنا في خديعة. يعني انخدعنا. قلنا عماس تقبل مع أنه. يعني تقبل بالكيان الصهيوني. مع أن هؤلاء الذين يقولون أنهم مستوطنون. أنهم مدنيون. هم كلهم عسكريون. وحماس لعبة لعبة ذكية جدا في قضية المزدوجي الجنسية. قلت لكم وأنتم تعرفون جيدا. وهذا طبعا الأمريكان والغرب أيضا يبررون تدخلهم المباشر حتى يقول لك والله بشروعية أن نتدخل نحن. لأن نريد الإفراج عن مختطفين. هو شنو مختطفين. كلهم جنسيتهم إسرائيلية. كلهم جنسيتهم إسرائيلية. وفي هذا الكيان الصهيوني هذه حقائق الكيان. الجيش الرسمي وقوات الإحتياط. المستوطنون كلهم قوات إحتياط. ومع ذلك تعاملت حركة المقاومة الفلسطينية مع هؤلاء الذين لم ينتسبوا رسميا بمنتغ الإنسانية للجيش طبعا. وحتى أولئك الذين هم في الجيش والذين وقعوا أسرى. شوفوا الصور التي تم بثها حول طريقة التعامل معهم. ومع كل ذلك يجي الإعلام يركز على أكذوبة نتنياهو ووسائل الإعلام الصهيونية. وأكذوب اعترف بها البيت الأبيض حول موضوع الأطفال الرضع اللي وقع في هذا المأزق. بايدن ومع ذلك بايدن ما يقول. طبعا يجي قال. قال أنا مع كل ذلك. لكن يريدوني برروها أنه أنا اعتمدت على تقارير الصحف الإسرائيلية. لكن أحبائي عندما نتحدث عن المشروعية مشروعية الخوف زين هذا السكان المدنيين هل يحقوا قتلهم؟ يقولون نعم يحقوا قتلهم. شيء يبرروا يبرروا بأن هؤلاء هذه البنايات الكبيرة في غزة فيها قادة لأهالي حماس لحركة حماس فيها. خب النتيجة هو هو حماس بن وينجال جاي من الشعب الفلسطيني هسه نفسه حتى هذا هذا وغيره من التقارير صدقوني قراءة التقارير مرعبة يقولون يقولونهم يعني ينصحون الكيان الصيوني يقولون حتى إذا قضيتم على حماس الحالية. هو كجيل آخر ينتج. هما هو حاضنة. هذا الشعب زين. ما أنت تجي تقول الحماس داعش وغير داعش. زين مقبل كانت داعش تتحجج بنظرية التترس أو التمترس بالمدنيين. يقولون يابا كل واحد يتمترس أو يتترس بالمدنيين. يعني يحتمي بالمدنيين. يجوز قتل هؤلاء المدنيين. وهذه قاعدة داعشية وكنا نرفضها ويرفضها المسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آداب الحرب حدد بسارات محددة لا يمارسها الآن العناصر المجاهدة في فصائل المقاومة. بل يمارسها هذا الصهيوني علنا وتبر وطلعون في قنوات فضائية مع كل الأسف حتى يتحدثون باللغة العربية من الكيان الصهيوني ويتحدثون علانية عن تبرير قتل المدنيين. والله في هذه البناية ممكن أكو قواعد أو أكو أماكن ومقرات لحركة المقاومة. يعني هي هي النظرية التترس اللي الداعشية هذه النظرية. زين استيداف الصحفيين ليش؟ كم صحفي وصحفي قتلته؟ زين مؤسسات صحفية واضحة المعاني والمعالم؟ زين مؤسسات صحية ليش؟ هم بيها حماس؟ وإذا كان هذا الشيء مبرر فإذا مبرر إذا أنت تعطي الإجازة لك كل من ينتقم لاحقاً وبالطريقة التي يراها مناسبة. ابقوا معنا. هل القضية الفلسطينية إيرانية؟ يعني بس الإيرانيين كتب عليهم أن يكونوا هم من يدافع عن القضية الفلسطينية؟ وشوي راح أتحدث خارج الحدود أكثر. هل القضية الفلسطينية شيعية؟ يعني بس الشيحة لازم ينبرون ويدافعون عن هذه القضية؟ والله هذا ليس خطاباً طائفياً. بس أنا جاء أشوفاً الطائفيين وبينهم فلسطينيون. عذراً للشعب الفلسطيني. لا لا فلسطينيون لهم اسم وفي قنوات وزينة وكبيرة وضخمة. وعدهم يعني من يسمع لهم يتحدثون يقولون إذا إيران ما تتدخل وحزب الله ما يتدخل فبعد لا يحجون بالقضية الفلسطينية. يدخل مباشرة يريد حرب يعني مباشرة حرب شاملة من إيران مباشرة وحزب الله. طبعاً بالمناسبة يعني إذا أريد تتحدث عن الشيطنة هذول دائماً اشتغلوا على شيطنة إيران وحزب الله. نفس هؤلاء. أنا ما أريد أجيب أسامي حتى لا يعني أروج للفاحشة بصراحة لي هذا كلام فاحشة. اللي يتكلم بهذا المنطق وناس قلت لكم أساميهم معروفة. إيران ليش ما تدخلت ولازم تدخل؟ إيران ما تدخلت. إيران متدخلة. إيران منخريطة. حزب الله منخريط. بس على ما ندري. أنا الآن عددت لكم هذا البرامج. ما عرف بعد خمس دقائق اشتراح يصير. إيران متدخلة. والكل يقول إيران متدخلة. أكو واحد ينكر. حتى هم نفسهم هؤلاء الذين يشيطنون إيران ويشيطنون حزب الله. هم يقولون بعظمة لسانهم. يقولون كهذا يعني يعني هل من المعقول. أنه هاي العملية الطفان الأقصى تمت بدون التنسيق مع إيران. مع أن إيران. وهم نفسهم الأخوة. في الحركة. يقولون ما نسقنا مع إيران. ما يكذبون. ليش يكذبون. شون يكذبون. يرجى تقول أهلا. إيران جاي تقول. إذا لم توقفوا قتل المدنيين. فستفتح الجبهات على مصراعيها. والجبهات بالمن. أي ستبون تقولون ذول وكلاء إيران. ما هم نفسهم ذول. وكلاء إيران. تجي المحد واشنطن. يقول وكلاء إيران في العراق أصابعهم على الزناد. تجي إلى الصحف الصهيونية. الصحف البريطانية. القارديان على سبيل المثال. تقول يجب أن لا. نتجاهل. أن كل ما يجري. تقف خلفه إيران. هم هذا هم يقولون هم. مو أحنا نقول. زين. دعم القضية الفلسطينية. إش قد تغير ميزان القوى بسبب الدعم الإيراني. وبسبب دعم حزب الله. إش قد تغير ميزان القوى. مو نفس هؤلاء. وعذروني عن الأسماء. لأنه أكو بعض المحاذير. ما أحب أذكر أسامي. نفس هؤلاء. وقفوا ضد الدولة السورية. وضد دور حزب الله. وتدخل حزب الله. وضد إيران. عندما ذهبت إلى سوريا. نفسهم تحديدا. ونفسهم قاموا ببث نفس هذه. الشبكات التلفزة. اللي هؤلاء يديروها. العقل لازم يعرف شو أنا وين أحكي. إياك أعني واسمعي يا جارة. كانوا ينشرون على مدار الساعة. صور مفبركة. مزيفة. عما يسمونها. بصور. الفلسطينيين المحاصرين. في معسكر اليارموك. بخيم اليارموك. وهي صور. هنالا ذول الهوملس. اللي بدون مأوى. في بريطانيا. طلعناها في وقتها. ونشرناها وكشفنا. وفضحنا أكاذيبهم. زي مونفسوا بيقولون. أن هذا التوازن الذي اختله. من توازن. هو ماكو توازن بالمناسبة. يعني من نتحدث عن القوة. القوة العسكرية. الكيان الصهيوني باعترافهم هم. يمتلك. يعني ما لا يقل عن مئتين قنبلة نووية. فلا ويا إيران. ولا ويا الدول العربية. يأكو توازن قوة. القوة. وعلى هذا الأساس. يريدون دائما الغرب يريد دائما اليد الطولة. لهذا الكهان اللقيط. حتى يقوم بالابتزاز. وهذا اللي قاعد يمارسه في موضوع صحراء سيناء. مرجعوا صحراء سيناء. باتفاق كام ديفيد. مع كل ذلك قاعد يمارس. الضغوط والابتزاز على الدولة المصرية. لأن مصر ما عادها سلاح نووي. ونفس الشيء يريدون من إيران. إيران ما عادها سلاح نووي. وهم أسلحتهم النووية عينك عينك. وبرامجهم النووية ليست خاضعة للرقابة والتفتيش. ومع ذلك يقول لك أنت. ليش ما تدخل إيران. وخوفا إيران. إيران منخريطة. بكل ما تملك إيران شعب وحكومة. وقوة عسكرية. ومال. وسلاح. منخريط. مرة الإنخراط مباشر. ومرة الإنخراط غير مباشر. وشفت هذه العملية. غيرت المعادلة. أوجدت توازن الرعبي. ما نقول لكم الإيراني يذبح بقطنة. صدقوني الإيراني يذبح بقطنة. الإيراني نقل المعركة. إلى داخل فلسطين. إلى الجغرافية الفلسطينية. حقق هدفين رئيسيين. الهدف الأول. جعل هذه القوة العسكرية الهائلة. بالعدة والعديد. عارية. عارية. يجي كاتب إسرائيلي يقول. لا تسموا عمليتكم. يخاطب نتنياهو. يقول لا تقول السيوف الحديدية. يسميها إسقاط السراويل. عرتنا. وثانيا. هزت. الثقة. بالكيان. وبآلته العسكرية. يعني لا. القوات المسلحة. اللي يسموها جيش الدفاع. شوف حتى التلاعب بالألفاظ. جيش الدفاع. هو مو دفاع. هو مهاجم. هو قام. هذا جيش الدفاع. تأسس من أصابات. وكل هذه الأصابات المعروفة. تأسس من أصابات المعروفة 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 المعروفة. كما قلت لكم. زين. روح إيران تدخل قرار حتسوم شيعة. زين. زين. مع كل الأسف أكو بعض الذين ينتسبون للشيعة. نحن 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 نشي خارج الحدود. طيق بطيق. هنا في لندن. يعني بعض هناك من يسميهم بشيعة لندن. يعني يعني حط عليها خط. طبعا الشيعة لندن هنا المقصود التشريع السياسي. يعني تحركهم لندن. تحركهم الأصابع المخابراتي. هكذا يقصدون. على هنا أصف. هذالي أول من هاجم عملية طوفان الأقصى. وشككوا فيها. واعتمدوا على أكاذيب الإعلام الصهيوني. نفسهم هؤلاء. وفي نفس الوقت أولئك أيضا من الجيغة الأخرى. زين. مو مليار مسلم أكثر من مليار. ونحن نقول المليارين. الآن مسلم وأكثرهم. خمسة واثمانين بالمئة ربما. وأكثر من السنة. متحدث خارج الحدود. اسمحوا لي أنا ما أتحدث طائفين. هل فقط هؤلاء يجب أن يكتفوا بالدعاء؟ السنة. زين. ليش نفس هؤلاء الأشخاص الذين طالبوا إيران بالتدخل المباشر. بالمباشر. مع أن هؤلاء قواعد للصراع. نفسهم لم يطالبوا الدول اللي هم قاعدين فيها. يابا غلقوا المكتب التجاري لهذا الكيان. غلقوا مكتبكم الموجود في داخل الكيان. مكتبكم. في داخل فلسطين المحتلة الخاضعة لهذا الكيان. طالبوا الدول التي وقعت على كام ديفيد. على وادي عربة. على نفس ملظمة التحرير. اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو. أبراهام. على أقل طالبوهم بالانسحاب من هذه المعاهدات. لا طالبوهم بالحرب. بعدين تعالوا طلبوا من إيران ومن حزب الله. ولكل مقام المقال. وهذا الحديث يحتاج إلى المزيد من التفكيك. لأنه هناك مؤامرة كبيرة على فلسطين. منخرط فيها من يزعمون أنهم فلسطينيون. بحجج واهية. مع أن المقاومة تقر وتعترف في داخل فلسطين. بأن الإيرانيين أعطوهم شيك على بيض. وبدون شروط مسبقة. بدون شروط مسبقة. يعني ماكوا تشيئة. هالكلاوات اللي غادوا يمشوها. يمانا.